خلال شهر الفضيل ما كيبعتي لأنه تفرّحتي للعبادة تمام عبادة وعندي اللايف فما في وقت للمسلسلات كمان اللايف عم بياخد كتير من وقتي تواصل الناس أنا وقت طلعت على تيكتوك شفت الناس قدي بتحبني شفت ما حبت الناس أوقات بسرط خمس ساعات أوقات سبع ساعات ما بحس الناس بتضل بتاخدوا بتعطي معي بيسألوني بجاوبهم طب أنت عم تقولي للعبادة ولكن أنت عم تقدي سبع ساعات مش عم تتعبّد أنت عم تتواصلي مع الناس لا تماما ما عم قلّك في وقت يعني ما بتقدر يا مسلسلات وتروح تطلع على تكتوك ما في وقت لأنه معناته يا بلغي اللايف وبأحد المسلسلات يا بدي يكون على اللايف يعني واحدة من الاثنين بدي يختار أما بدي يقعد أحد المسلسلات واطلع لايف وعبادة وبيدي أطبخ طب أنا بدي أحكيكي عن مشهد أثار الجدل وأثار حفيظة ناس كتير كليس بشار عم تخلع الحجاب يعني عم تعطي صورة أن المرأة تخلع الحجاب هلأ يا ماني كيف تشوفي هيدا المشهد؟ هلأ في منهم كتير أنا بعرف ناس محجبات وقامت الحجاب النهاية بتصطفل منها لرب أنا ما بقدر حاسبها ولا بقدر ناقشها الفنانة المصرية حال الشيحة كذا مرة تحجبت وخلعت الحجاب ممكن تعمليها؟ لا قرارك حاسم؟ من وين ما يخذي هالأناعة؟ من وين ما يخذي هالثبات؟ يعني بالفن فيه إغراءات يمكن يجيكي دور يمكن يجيكي دور بطولة لعمل معين مع الأيام هاي كبرت معي من عائلة مامة اللي طول بعمرة كانت دائما أنا قت يعني متل ما بيقولوا هذا المصطبح البسيط تخبط أنت عشتي حالة تخبط من بداية حياة؟ اي بين الفن وبين أنه أنا حابة فكرة الحجاب عرفتي؟ وربح الفن لفترة لفترة ايه أنت بفترة ما يمكن كان في مشروع زواج أول هلا قبل زواجك الحالي رحتي على الاعتزال كان خطبي كان في فكرة ارتباط ما كنتي رح تعتزلي أو أعلنتي اعتزالك بوقتها؟ لا مو أعلنت وقتها سألني الصحفي مدري الصحفي معت أتذكر أنه إذا اضطراتي مثلا طلب منك أنه تتركي فأتلو أنه ممكن أنا أن أترك يعني هلأ ظروفي كنا في فكرة أنه نتزوج ونصافر فقلت أنا ممكن أي لحي أترك لأنه كان في مشروع سفر قلتي لي هلا عم دائما كان في تخبط مبان الحجاب والفن وطلعت بعد ما تحجبتي طلعت لايف وقلتي أنه بما معنى أنا تحجبت وشرحتي عن الحجاب والصلاة كأنه بيتعارضوا مع الفن شو قلتي وقتها باللايف؟ لا أنا بصراحة أول ما طلعت لايف أنا طالت يوم رمضان الحمد لله تحجبت وقت الثاني يوم طلعت لايف تتذكري شو قلتي؟ مو قصت بتذكري كنت عم بتذكري أني أنا عم برجوف قبل ما أفتح إكبس على لايف لأنه ما كتعرفاني شو ردت فعل الناس نعم يعني كنتم فكرة أنا أنه مثلا الناس بدأت هاجمني بعض من الناس يهاجموني أو يقول لي ليش تركتي أو لا لازم تضلي أو ما حلو عليكي يا طرعا جد هذا كان كمان سبب رئيسي أنه دائما أنا عم بتخبط أنه يا طرعا كيف الناس حتشوفني نعم